أهلا بكم بالرغم مما تمثل المساعدات العسكرية الغربية المتزيدة لأوكرانيا من أهمية كبيرة لها على مستوى التسليح والعمليات الدائرة يبدو أن ذلك الدعم نفسه سيشكل ضغطا على كييف بعد ردود فعل روسية غاضبة جراء ذلك الكريملين حضر من أن روسيا ستستخدم كل قدراتها للرد على إمدادات الأسلحة الغربية لكييف وذلك بعد أيام من موافقة الغرب على إرسال دبابات تقيلة إلى أوكرانيا حيث أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوب أنه عندما ستظهر أسلحة جديدة مقدمة من الغرب ستستخدم روسيا كل القدرات التي تمتلكها للرد روسيا اعتبرت أيضا قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بأسلحة قوية بشكل متزايد بمثابة تصعيد متعمد كما اتهم السفير الروسي لدى واشنطن الإدارة الأمريكية بتكريس كل سلطتها الدولية الخاصة وأموال دافع درائب الأمريكيين لمساعدة أوكرانيا مضيفا أن واشنطن لا ترى حدودا في السعي لإلحاق هزيمة استراتيجية ببلاده في السياق ذاته قال نائب في مجلس الديومة الروسي إن أي ضربات على شبه جزيرة القرم بالصواريخ الأمريكية يمكن اعتباره أعلان حرب من قبل الولايات المتحدة كما شدد على ضرورة أن يدرك السياسيون الأمريكيون خطورة محاولة شن أي هجوم على روسيا محملا كيب والولايات المتحدة مسؤولية أي استفزاز نبرة التهديد الروسية كانت أقوى في تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيدف الذي قال إن الرد الروسي سيكون سريعا وقصيا إذا تعرضت شبه جزيرة القرم وعمق الأراضي الروسية للقصف مؤكدا أن موسكو مستعدة لاستخدام جميع أنواع الأسلحة بما في ذلك النووية وذلك بحسب نوع ومستوى التهديدات التي تتعرض لها التهديدات والتحذيرات الروسية تأتي بتزامن مع إعلان وزير الدفاع الأوكراني استقبال ما وصفه بعدد كبير من الدبابات الغربية الحديثة فضلا عما كشفه عن قرب وصول دبابات ليوباد والشالينجر وأبرامز للأراضي الأوكرانية بأعداد كبيرة لدعم القوات الأوكرانية في مواجهة روسيا مشاهدين الكرام كان هذا استعراضا لأبرز ردود الفعل الروسية على الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا والتسليح المتزايد لها في الأوانات الأخيرة شكرا للمتابعة